اشتركوا في القناة على شكل قراء للصيادين قرب المياه وعلى ضفاف البحار الى هذه الساعة كما تعرفوا لم تقع حروب بين الانسان العاقل بل كانت كل حروب ضد الانسان الاقل تطور منه او محاربته للطبيعة وللحيوانات المفترسة فاصبح قبل تقريبا 15 الف سنة كل الكرة الارضية معمرة من طرف الانسان العاقل الوارث الوحيد لكل انواع البشر قبله وقبل 15 الف سنة تقريبا بدأت تظهر الحضارات البدائية على حسب المناطق طبعا وفي ازمنة مختلفة واكثر المناطق التي كانت سباقة لهذه الحضارة هو بحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط خاصة جهة العراق والشام ولبنان الذي مع انتها تطل هي بدورها على البحر الابيض المتوسط حيث في هذه المناطق سوى في شمال افريقيا او جنوب اوروبا او الجهة الشرقية من البحر الابيض المتوسط بدأت تظهر اول الحضارات البدائية وهو ما نطلق عليها العصر الحجر الحديث السفلي واصبحت اللغات المختلفة على حسب المناطق والفن والرسوم وتطور الملابس والعادات والتقاليد لكل منطقة على حسب المناخ متاحة والظروف والعوامل الخارجية والداخلية لكل مجموعة بشرية التي بدأت تظهر كوحدات تكون لها خصوصيات خاصة التي تميزها عن غيرها ومن هنا بدأت تتكون ميزات الشعوب الاولى وهذا كله كان كما قلت لكم قبل 15 او 14 الف سنة حيث يمكن ان نقول ان من هذا التاريخ بدأت ثورة كبيرة في العالم حيث ان الانسان اصبح اكثر مسؤول عن نفسه وعن مورد عيشه ويتحكم في كل ما هو حوله ومن هنا سوف ننطلق الى ان نصل الى ظهور اول حضارة انسانية معترف بها تاريخيا وهي الحضارة السومارية الحضارة السومارية التي ظهرت في جنوب العراق هي اول الحضارات الانسانية وهي نتيجة التطور الطبيعي وقع في كل الكرة الارضية وليس كما يتصور البعض انها قادمة من السماء او من مخلوقات فضائية او نزلت عن طريق وحي او غيرها من هذه الاساطير والخرافات المؤرخين لم يحددوا بالضبط متى بدأت هذه الحضارة ولكن يحددونها قبل 6000 الى 5000 سنة وكما قلنا ونؤكد ان التطور الانساني هو القاعدة الذي يقوم عليها كل شيء وما هذه الحضارة الا خلاصة حضارات اخرى اقل تطور منها وقعت في عدة مناطق فوق الكرة الارضية والتاريخ يقول ان التجمعات البشرية المتطورة البدائية ظهرت بالعشرات في كل المناطق ولكن الاكثر تطور كانت في منطقة الحوض البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط ويحدد علماء التاريخ بعشرة بؤرات حضارية قامت في تلك المنطقة خاصة في شمال افريقيا ناحية الصحراء الكبرى والحضارة القفصية في جنوب تونس وفي الجزائر حاليا والمغرب كما ان في اوروبا خاصة جنوب اوروبا ناحية اسبانيا فرنسا المانيا كما ان في الشرق الاوسط ناحية بحر قزوين وتركيا وشمال العراق وجنوب العراق ومنطقة الشام كل هذه المنطقة ظهرت بداية الحضارة الانسانية وانا لا اريد ان ادخل في التفاصيل كيف هذه البؤرات تطورت عبر الزمان وعلى الاف السنين وانما اريد ان اختصر اهم الانجازات التي ادت الى ظهور الحضارة السومارية من قبل 15.000 سنة الى قرابة 6.000 سنة قبل 15.000 سنة بدأت الانسانية الدخول في ثورة لا مثيل لها حيث ان الانسان انتقل من الحياة التنقل والصيد والتقاط مأكولاته من الطبيعة الى الاستقرار في الاول في شكل قرى صغيرة ثم اخذت تكبر مع الزمان كما استعمل صيد السمك واستعمل القوارب ودجن الحيوانات اما للأكل مثل الخنزير والغنم والمعز او للاستفادة منها مثل الكلب والقط والحصان وغيرها واهم شيء حدث في هذه المرحلة هي الزراعة واصبح الانسان يوفر طعامه بنفسه العلماء يختلفون لماذا الانسان اضطر الى الزراعة البعض يقول لان عدد السكان اصبح اكثر والبعض الاخر يقول لان المناطق التي انتقل اليها الانسان ليس فيها موارد عيش مثل في افريقيا ولهذا الانسان في افريقيا الموطن الاصلي لم يستعمل الزراعة الا مؤخرا بينما استعملها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب اوروبا قبل الانسان الافريقي باكثر من 9000 سنة تقريبا فالزراعة غيرت حياة الانسان كليا واصبح الانسان اكثر استقرارا ولهذا قبل 9000 سنة تقريبا اصبح الانسان يتقن استعمال الزراعة وظهرة الضياع الزراعية وبدأ يزرع القمح والشعير وغيرها من النباتات ولهذا تعتبر ظهور الزراعة هو منعطف حضاري كبير مثل ظهور النار ومع ظهور الزراعة بدأت القرى تكبر والبيوت اصبحت اكثر متانة وابداعات جديدة ظهرت وظهرت الشوارع والساحات والمدافن والمعابد وبداية ظهور السلطة الاجتماعية التي تنظم وتدبر شؤون القرية وتبع ذلك تحول اقتصاديا واجتماعيا عميقا وظهور الفنون المتطورة والتماثيل الانسانية او الحيوانية واهم شيء ظهر في هذه المرحلة هي المعتقدات وظهور فكرة الرب الذي كان في الاول يرمز الى الام ويقدسون الاجداد وعبادة بعض الحيوانات مثل الثور وغيرها يمكن ان نقول في هذه المرحلة بدأت فكرة الاديان تظهر على شكل الارض التي هي الام التي هي البقرة او الثور الذي يعطي الحياة فلهذا يمكن ان نقول ان الاديان في الاول بدأت مؤنثة وترمز الى الاجداد والى الارض كما تطورت الاسلحة لحماية القرى والاملاك وظهرت التجارة والتبادل وبدأت اعداد البشر تكثر والمدن تكبر وبدأت تظهر المدنية بأتم معنى الكلمة الى هذه الساعة لم يذكر التاريخ ان كانت هناك حروبا بين الانسان لان كان هناك متسعا من الارض ولكل مجموعة بشرية اخذت لها رقعة وطورت نفسها وكلما تطورت اتسعت اكثر فاكثر وعرف الانسان الفخار وصناعة الاواني وبدأت الاكتشافات والتطورات اكثر واكثر وتنتقل المعرفة بين شعب الى اخر والشعوب التي لا تتطور تصبح متأخرة على الشعوب التي سبقتها مثل الحال في افريقيا وهكذا ظهرت اول الحضارة الانسانية قبل قرابة ستة الاف سنة التي هي الحضارة السومارية وتعتبر هذه الحضارة اول حضارة على فتها الانسانية سوف لا نتكلم عن التطورات التي وقعت والاكتشافات مثل النحاس والبرونز والحديد وغيرها من الاكتشافات لان موضوعنا ليس هذا وانما الذي يهمنا في الدرجة الاولى هو تطور المعتقدات وتطور الفلسفة الدينية عند الانسان ان الفلسفة والتفكير والدين والمعتقدات الدينية والقوانين التنظيمية للمجتمعات الانسانية بدأت واضحة وجلية مع ظهور الكتابة قبل ستة الاف سنة بل يعتبر ظهور الكتابة هي بداية التاريخ عند الانسان الحالي لان ظهور الكتابة جعلنا نتطلع على الافكار التي كان يفكر فيها الانسان قبل ستة الاف سنة لانه ترك لنا شيئا ملموسا يمكن ان نقرعه وطبعا الكتابة كغيرها لم تظهر صدفة ولم تنزل من السماء هناك مقدمة طويلة جدا ادت الى ظهور الكتابة الكتابة هي رموز رمزية تدل على الحروف يمكن بها ان نوثق النطق ونقل الافكار والاحداث والتاريخ والكلام وبظهور الكتابة اصبح الانسان يمكن له ان يوثق الكلام المنطوق الى الاشجال القادمة ولهذا اعتبر الانسان ظهور الكتابة قبل ستة الاف سنة هي بداية التاريخ الانساني قبل ظهور الحروف استعمل الانسان الرموز الذي ترمز الى الكلمات وقبل الرموز كان يستعمل الرسوم لكي يعبر على شيء يريد ان يعبر عليه فقبل الاف سنين ومدة عشرات الالاف سنين كان الانسان يستعمل الرسم فعندما يريد ان يقول شجرة يرسم شجرة وعندما يريد ان يقول فيل يرسم فيل وعندما يريد ان يقول زرافة يرسم زرافة اذا يمكن ان نقول ان اصل الكتابة هي الرسم للشيء كما هو ولهذا يمكن ان نقول ان كل البشرية في الاول كانت تكتب نفس الشيء فالانسان الذي في افريقيا يرسم اسد وفي اوروبا يرسم اسد وفي اسيا يرسم اسد فهي كتابة مفهومة للجميع رغم ان كل واحد ينطقها حسب اللغة متاعه ثم بدأت تظهر الرموز واصبحت كل لغة لها رموزها الخاصة واخيرا ظهرت الحروف واصبح كل لغة لها حروفها الخاصة الفكرة واحدة ولكن لكل شعب ولكل لغة اختار الشيء الذي يميزه عن غيره وهذا التطور في الكتابة هو تقريبا نفسه وقع في الكلام في الاول الانسان كان ينطق بعض الاصوات ثم تلك الاصوات بدأت تتطور ثم اصبح يتكلم يعني كل شيء بالتطور وكل شيء يقوم على التطور هذه هي القاعدة الاساسية اذا لا اريد ان ادخل في تفاصيل تاريخ الكتابة ولا تاريخ الكلام عند الانسان لان هذا ليس موضوعنا ولكن اردت ان اقول او الخص هذه الفكرة ان بداية النطق التدريجي جعل الانسان اكثر خيالا وتصور واصبح يعبر على ما في داخله وتنتقل المعلومات الى الاخر وذلك عبر عشرات الالاف من السنين انطلق النطق في الاول من مجرد تقليد للاصوات ثم تطور ذلك الى ان اصبح كلاما بدايا من لغة ام واحدة ثم تفرق الانسان وتكونت اللغات على حسب المناطة نفس الشي بالنسبة للكتابة بدأت برسوم ثم رموز ثم حروف ونفس الشي بالنسبة للمعتقد في الاول كانت البشرية كلها عندها معتقد واحد وهي الايمان بالاجداد فكانوا عندما يشوفون واحد مات ويبقاوا يفكروا فيه يسخيبوه موجود في عالم اخر خاصة تكون هذا الشخص شخص مهم في المجموعة البشرية اللي هو فيهم ولكن مع الوقت هادم الاشخاص اصبحوا ياخدوا قداسة جيل بعد جيل واصبحوا لهم اسما يذكر بها لكي مع انت تجلب لهم الحظ او السعادة او لكي تحميهم من خطر معين وبشوية بالشوية رسموهم وعملوهم تماثيل واصبحوا عبارة على شكل آلهة تحميهم من مصاعب الحياة وبشوية بالشوية المعتقد بداي يتطور 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 جيل بعد جيل مع ظهور الكلام وظهور الفن والرسم والنحة والكتابة بدأت تظهر بداية الأديان التي كانت هي في الأول مرتبطة بالأجداد وخاصة بالأم وبالأرض ومع الوقت تطورت هذه المعتقدات إلى أن خرجت من إطار الأرض واتجهت إلى فوق نحو السماء إلى السحاب ثم إلى القمر ثم إلى الشمس ثم إلى النجوم وأخذت تأخذ أبعاد أخرى وذلك وصل في قمته في الحضارة السومارية التي هي التي تعتبر البند الأول للحضارة الإنسانية الحالية وتحتوي على كل أسرار الأديان الموجودة وانتقلت من شعب إلى شعب واختلطت مع المعتقدات التي هي موجودة في كل شعب وهكذا ظهرت الفلسفات الدينية والأديان ومنهم في الأخير الديانات التي نطلق عليها الديانات الإبراهيمية وهكذا وصلنا مع ظهور الحضارة السومارية قبل ستة آلاف سنة وهو تقريبا موافق للديانات الإبراهيمية التي تقول أن آدم وحوى ظهر من قرابة ستة آلاف سنة إذن نكتفي بهذا القدر في هذه الفيديو حيث وصلنا إلى الحضارة السومارية التي بالنسبة لي هي التي تحتوي على سر المعتقدات والأديان وهذا سوف نتكلم عليه في الفيديوات القادمة حيث سوف ننطلق من الحضارة السومارية ونطرح كل الحضارات التي مرت إلى أن نصل إلى ظهور الإسلام أما في الفيديو القادم سوف أحاول أن أؤول القرآن والآيات القرآنية لكي توافق نظرية التطور وشكرا على المتابعة وعلى توزيع الفيديوات ومع فيديو قادم وبسلام اشتركوا في القناة